مشاهدين أسعدتم مساء سيطرع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء بإذن الله فاصل ونواصل شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة على صور الأقمار الصناعية لهذا المساء نراحظ وجود كميات كبيرة من الويوم العالية تغطي شرق البحر المتوسط وقسم منها يجتاز المملكة ومنطقة سوريا والعراق أيضا ولذلك خلال هذه الليلة والأيام القادمة تظهر الويوم المتوسطة والعالية أما الخرائط التي تمثل درجات الحرارة فنلاحظ هذا اللون الأخضر هو درجات الحرارة الأبرد أما اللون الأصفر فهو يمثل درجات الحرارة الأعلى ولذلك نلاحظ من يوم الثلاثاء بداية الارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وهذا الارتفاع سيكون واضحا مساء وليلة الثلاثاء على الأربعاء ويوم الأربعاء بإذن الله حيث تتأثر المملكة بكتلة هوائية دافئة موجودة في مقدمة منخفة جوي يكون يتمركز بالقرب من جزيرة قبرص ويقترب تدريجيا إلى الشرق واضح أن كل الألوان اللون الأصفر يغطي المملكة وقسم من اللون الأحمر ذات درجات الحرارة الأعلى في أقصى المناطق الجنوبية من المملكة إذن ارتفاع تدريجي واضح على درجات الحرارة وذروة هذا الارتفاع سيكون يوم الأربعاء أربعاء ارتفاع كبير لكن الخميس انخفاض قليل على درجات الحرارة الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء باردة درجة الحرارة الصغرى المتوقعة سبع درجات مئوية وأيضا الملموسة هي سبع درجات مئوية الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة يوم غد الثلاثاء ارتفاع تدريجي بداية للارتفاع التدريجي على درجات الحرارة غدا والتظهر أيضا بعض السحب العالية وتكون الأجواء مشمسة بوجه عام درجة الحرارة العظمى المتوقعة 16 درجة مئوية أعلى من معدل ما بين درجة إلى درجتين وأثناء الليل بتكون الأجواء أدفأ من الليالي الماضية تكون درجة الحرارة الصغرى بحدود 10 درجات مئوية الأربعاء ارتفاع آخر ملموس على درجات الحرارة بحيث تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين 5 إلى 6 درجات مئوية لأن معدل عظمى في مثل هذا الوقت من السنة حوالي 14-15 درجة مئوية في عمان ومعدل الصغرى بحدود حوالي 6 درجات مئوية إذن درجات الحرارة يوم الأربعاء أعلى من المعدل بشكل واضح أجواء تقريبا تميل إلى أنها تشبه الأجواء الربيعية أجواء مشمسة يتخلى لها ظهور السحب العالية والمتوسطة وهي مصاحبة للكتلة أو في مقدمة الكتلة الهوائية الدافعة اللي موجودة في مقدمة المنخفض الجوي الذي يتحرك باتجاه جزيرة قبرص يوم الخميس انخفاض ملموس وواضح على درجات الحرارة بإذن الله وتتكاثر الويوم أيضا على ارتفاعات مختلفة تتهيأ الفرصة تدريجيا خاصة في فترة الظهر وما بعد الظهر والعصر والمساء والليل لسقوط زخات رعدية متفرقة من المطر العظمى المتوقع 12 إذن تصبح أقل من المعدل ما بين درجتين إلى ثلاث درجات والصغرى تقريبا بحدود 7 درجات مئوية الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى في مختلف مدن المملكة في المناطق الشمالية أجواء مشمسة بوجه عام لكن تظهر السحب العالية ودرجات الحرارة عنهم المعدل بقليل ما بين درجة إلى درجتين إربد الصغرى 12 والعظمى 18 عجلون الصغرى 12 والعظمى 18 جرش الصغرى 11 والعظمى 18 المفرق 9 إلى 18 درجة مئوية المناطق الوسطى البلقاء وعمان والزرقاء ومأدبة أيضا أجواء مشمسة ويتخللها ظهور السحب العالية والمتوسطة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بتكون أعلى من المعدل ما بين درجة إلى درجتين الصغرى المتوقعة في البلقاء 12 والعظمى 16 مأدبة 10 و16 عمان 10 و16 البحر الميت 18 إلى 24 درجة مئوية والزرقاء 9 إلى 19 درجة مئوية المناطق الجنوبية أيضا أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئية لكن غالبا مشمسة درجات الحرارة على من المعدل بقليل الكرك 10 إلى 16 الطفيلة 10 إلى 15 الشرح الصغرى 8 والعظمى 13 إمعان الصغرى 8 والعظمى 20 العقبة الصغرى 17 والعظمى 27 درجة مئوية المناطق الشرقية من المملكة أيضا أجواء تقريبا تشبه الأجواء الربيعية في معظم أجنحاء المملكة أجواء تشبه الأجواء الربيعية يومي الثلاثة وخاصة يوم الأربعاء العظمى الصغرى المتوقعة في الأزرق 9 والعظمى 21 الصفاوي الصغرى 9 والعظمى 20 الرويشد الصغرى 6 والعظمى 21 درجة مئوية أعزائي المشاهدين نتمنى لكم أوقات سعيدة ولكم أجمل تحية من طقس العرب النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو اشتركوا في القناة